خلينا نتكلم كده بداية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي أهمية القانون دائف أنه يدعم التحالف الوطني عشان يقدر يكمل مهمته في الفترة القادمة في الحقيقة يمكن ده كان إنجاز تاريخي للمجتمع المدني والعمل الأهلي في مصر أنه بقى فيه كيان تحت رعاية وعينات السيد الرئيس بشكل مباشر القانون بيضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء وتنصيق هذه الجهود ما بينها وبين بعضها في ال34 كيان المؤسسين داخل التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي يمكن شوفنا ده على الأرض الواقع في العام ونصف الماضيين لما بدأنا نشتغل يمكن كان بشكل أو مبادرة من الأعضاء التحالف بيتجمعوا عشان ينصقوا جهودهم عشان ما يكونش فيه تكرار أو ازدواجية في الخدمة المقدمة سواء فيه داخل القرية الوحدة أو حتى المحافظة الوحدة يكون كل الجامعة بتشتغل فيها وفيه محافظات أخرى أو قرى أكثر احتياجاً ما بيصلهاش هذا الدعم وعزير خدمات فتوحيد قواعد البيانات اللي حصلت داخل التحالف نحن نهارده قادرين نجمع كل بيانات المستفدين داخل إطار واحد قادرين نقول ده مكرر بنسبة كان في المية قادرين نوجه استراتيجية واضحة مع استراتيجية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فده الحقيقة بيعمل إطار قانوني وبشكل منظم بيدي كمان انتيازات كبيرة جداً لو يمكن اطلعنا على بنود الخاصة بالقانون اللي يمكن خرج بالأمس بعد تصديق السيد الرئيس وده كان يمكن شيء احنا منتظرينه بعد موافقة مجلس النواب فده هيدينا ان شاء الله أطل قانونية نتحرك بيها بشكل أكبر يضم كينات وأعضاء من منظمة مجتمع المدني المنتشر على مستوى الجمهورية يبدأوا يقدموا على الانضمام للتحالف رواطن عامل للأهل التنموي هينضم أيضاً كينات أخرى غير الجامعات الأهلية يعني هناك مستشفيات جامعية بتقدم خدمات بالمجان أيضاً زي مستشفى 500 و500 ومعض الأورام القومي ودوله يمكن أعضاء معنا الآن لكن همقول على سبيل المثال أن هناك كينات أخرى خلاف الجامعات الأهلية بالضبط فده يمكن الشيء الأهم بالنسبة لنا للفترة القادمة إن بقى لدينا إطار قانوني بنشتغل من خلاله لقينا جهة اعتبارية تقدر تخاطب كل أجهزة الدولة والأجهزة البحسية ومن لديهم معلومات يقدروا يمدون بيها عشان يكون عندنا تحسين لجودة حياة المواطن بشكل أفضل في الفترة القادمة بإذن الله طيب من ضمن مواد القانون هيكون فيه استقلالية لهذا التحالف استقلالية فنية ومالية وإدارية ده معنائي هيكون هناك مجلس أماناء بيدير التحالف الوطن فيه جامعية عامة للتحالف ده بتضم كل الأعضاء الكائنات المؤسسة للتحالف الوطني بينبسق منه مجلس أماناء رئيس مجلس أماناء ونائب رئيس مجلس أماناء وأمين سندوق ولجنة تنفيذية أو إدارة تنفيذية بينتخب اتنين من الأعضاء التحالف بخلاف رئيس مجلس أماناء ونائب رئيس مجلس أماناء وأمين السندوق ودول الحقيقة هم المعنيين أو مناطين بإدارة كل الخطط اللي تم وضعها من الجامعية العامة لي التحالف في الوطن العامل أهل التنموي وبيتم كل أربع سنين سواء تجديد الثقة في مجلس الأماناء واللجنة التنفيذية أو أعادة انتخاب أعضاء إزاي بيتم اختيارهم من الأساس الحقيقة هو في الأغلب بيتم أنه أكبر أعضاء سناً ده بيرشح في الفترة الأولى ثم بعد كده بيتم الاتفاق بين أعضاء التحالف على اختيار لجنة تنفيذية هتكون يمكن شبه متفرغة لإدارة هذا الكيان الضخم اللي بيضم المليارات من التبرعات حسب أعضاء التحالف الموجودين حالياً أول سيء سوف يتم الانضمام ليوم الفترة القادمة وبالتالي إدارة كيان زي التحالف إدارة محتاجة وقت كبير جداً محتاجة عملية تنظيمية لإن أنت حرك عندك تملك 250 ألف متطوع على الأرض تملك مئات المقارات من مقارات الجامعات الأهلية لأعضاء داخل التحالف لدينا خطة تنموية منتشرة على مستوى الجمهورية مستهدفينها فيه خلال الأربع أو خمس أعام القادمين فده محتاج لحقيقة جيش من المتطوعين والموظفين أيضاً داخل الجامعات الأهلية ترجمة نانسي قنقر